أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر حباه الله بموقع استراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات وخلال اجتماعه مع موثلي مجموعة انترو القابدة استعرض ملامح مشروع مركز كامت للبيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأكد مدبولي أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية ويعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية هذا وشد مدبولي على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول عام 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية